فالمسيح هو الله من جهة جوهره له جوهر الله تعالوا نقرأ الآية دي عبرانين واحد الذي هو بهاء مجديل بالأحمر رسم جوهره على فكرة عايز تشوف الجوهر فين؟ في يسوع ليه؟ مين يسوع ده؟ رسم الجوهر كلمة رسم تيجي في أدقة ترجمة الإنجليزي expression expression تعبير تعبير عن الجوهر عايز تشوف الجوهر قدامك مرسوماً مين؟ روح اقرأ في الكتاب المؤدس ولو قلبك نقي هيبدأ الروح القدس يحط قدامك المسيح لأن الروح القدس لا يحلو له وغير أنه يضع المسيح قدامك هو جاي من السماء يعمل كده رسم الجوهر تعالوا نقرأ في كلوسي واحد وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداء بكر من الأموات التي يكونها هو متقدماً في كل شيء لأنه فيه سر أن يحل كل الملء الجوهر هنا اسمه إيه؟ اسمه كل الملء البليروما في اليونانية كلمة عميقة جداً كلوسي اتنين قال لنا كل الملء ده ملء إيه؟ ملء اللهوت كل ملء اللهوت يبقى يسوع لما كان عايش على الأرض ده جزء من الله لا ده إيه؟ الله كله ليه؟ لأن كل الجوهر فين؟ فيه طب معنى كده أن كل الجوهر فيه مش موجود في الأب ومش موجود في الروح القدس؟ لا طبعاً موجود ده الأقانيم ده الواحد في الجوهر اتفقنا؟ أو مرة يقول لست أنا بعد في العالم في محنة السبعتاشر وأما هؤلاء فيهم في العالم وأنا أأتي إليك يا أولئب القدس حفظهم في اسمك الذي أنا أعطيتني ليكون واحداً كما نحن ليه بيقول نحن واحد؟ عشان واحدة الجوهر لا أنا في الآب والأفية دي علاقة أقنومية أنا في الآب والأفية دي حاجة اسمها الحلول الأقنومي مش هنتكلم فيه اتفقنا؟ لكن بيقول نحن كما نحن إيه؟ نحن إيه؟ واحد ليه بيقول كلمة واحد دي؟ بسبب وحدة إيه؟ الجوهر أو يقول عننا طبعاً بيقول عننا على فكرة طبعاً المثال الوحيد لوحدانيات الله الجماعة هو الكنيسة بس الكنيسة مزقت المثال مزقته أظهرت بليش؟ عشان أنا لما ببقى وحش الإنكسامات 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 دي تظهر وحدة جوهر؟ لا تظهر العكس عش كده اللي ميجي نتكلم عن وحدة جوهر الله العالم قادر يصدقنا ولا مش قادر؟ مش قادر ليه؟ لأن مش شايف المثال مش شايف كلامنا غير أفعلنا كلامنا غير أفعلنا انتفقنا؟ تعالوا نشوفوا أنا قد عطيتهم المجد الذي عطيتني ليكونوا واحداً ليكونوا واحداً وحدانية جماعة كما أننا نحن واحد وحدانية جماعة إحنا جبنا منين كلمة وحدانية جماعة دي نحن واحد نحن جمع واحد مفرد وحدانية جماعة انتفقنا؟ طيب إيه لي برهن أنه هو الله روح إقرأ بقى في الكتب الجميلة واحد له الأسماء الإلهية اتنين له الصفات الإلهية تلاتة له الأعمال الإلهية أربعة له الأمجاد الإلهية خمسة اللي اتقال عن يهوى في العهد القديم اتقال عن مسيح في العهد الجديد انت شطرة طبعا مش هنفعنا سقفلك في الاجتماع بس بسقفلك تعالوا نقولهم مرة تاني رقم واحد له روح إقرأ كتاب صغير صغير جدا 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 اسمه ثلاثة حقائق أساسية لأخي يوسف رياض هتلاقي خمساشر صفحة عن لهوة المسيح يعني كتار ولا يلين ولا يلين قوي خلاصوا في يوم تقرأهم تستمتع ليه عنوين واضحة له الأسماء الإلهية اسمه في الكتاب الله أو اسمه ابن الله أو اسمه الرب كيريوس في اليوناني يعني ايه دي أسماء إلهية لا اسمه كده رقم اتنين له الصفات الإلهية حاضر في كل مكان قدر على قول الشيء مطلق في السلطان مطلق في العلم كذا كذا الصفات اللهوتية المطلقة الحصرية عن الله ما كله ده ظهر في يسوع ثلاثة لهو الأعمال الإلهية القدر على الخلق يمسكتين ويخلق مين ده اللي يمسكتين ويخلق يخلق مش يصنع يخلق فيعطي حياة فيعطي حياة إحياء